مساكم الله بالخير حياكم الله وإخباركم طيبين إن شاء الله وعدتكم اليوم نتكلم عن موضوع الكتاب وهذا بمثابة الجزء الثاني بالتالي اللي ما شاف الجزء الأول أنصحوا هي شوف الجزء الأول رفعت لكم على اليوتيوب تكلمت فيه عن اكتتاب أرامكم طبعا بعدما نشرت الجزء الأول اكتشفت أنه فيه أسئلة الصراحة والأمانة هي بالنسبة لي أسئلة بداية لكن من حقكم علي أني أنا أشرح لكم هذه الجزئيات اللي قد تكون للبعض بداية أو سهلة أو بسيطة لكن رح أنخصص الليلة لنتكلم عن الاكتتاب عموما بطريقة مبسطة للأشخاص الغير متخصصين بالتالي إذا ما شفت سنابات الجزء الأول ادخل اليوتيوب اكتب عاصمة رحية لإكتتاب أرامكم وبتطلع لك أول نتيجة أكثر سؤال وصلني هل أحتاج محفظة؟ هل أحتاج محفظة استثمارية عشان أكتتب فيه أرامكم؟ عموما كجواب عام أي شخص يحتاج أنه يتملك أوراق مالية يعني صناديق استثمارية أو سندات أو صكوك أو أسهم هذه كلها أوراق مالية يحتاج محفظة أنت اليوم عشان تحط فلوسك في البنك تحتاج حساب جاري على سبيل المثال وإذا تحتاج تتملك أوراق مالية تحتاج محفظة استثمارية جيد؟ لكن حسب الإعلانات التي أنا شفتها يبدو والله العالم أنهم راح يسمحون للأفراد بالإكتتاب بمجرد وجود حساب جاري فبالنسبة للأشخاص اللي يبغي يكون أكثر حذراً الأفضل أنه يفتح اليوم محفظة استثمارية واليوم تقدر تفتح محفظة استثمارية عن طريقة الشركات المالية وتقدر تسويها حتى أونلاين بدون ما تروح لهم طيب وش الشركة المالية الأنسب عشان أفتح محفظة استثمارية؟ هذا مثل واحد يسأك يقولك من وين أشتري أفضل بيبسي؟ البيبسي في كل مكان نفس الشيء ما يفرق فروقات قد تكون بسيطة لكنها للمستثمر العادي أو المستثمر المبتدئ ما راح تفرق معها أنا شخصياً أحب أتعامل مع شركة ديرايا المالية ولو تدخلون تويتر تلقون حطيت رابط كيف تفتح حساب مباشرة معهم ورح تقدر تفتح الحساب الاستثماري والمحفظة الاستثمارية عن طريق الموقع بشكل مباشر المحفظة الاستثمارية قلنا إنه هي الشيء اللي تحط فيها الأوراق المالية والحساب الاستثماري اللي تحط فيها الفلوس اللي أنت راح تشتري فيها أوراق مالية طيب من الأسئلة اللي قاعدة تجيني بكثرة هل ناخذ قرض عشان نكتتب؟ هل أبيع الأراضي اللي عندي؟ هل أحط فلوسي؟ عموماً كقاعدة عامة قاعدة عامة ما أتكلم عن أرامكو أتكلم كقاعدة عامة في الاستثمار الاستثمار دائماً التنويع دائماً تنوع استثماراتك مهما كنت واثقاً من هذا الاستثمار الاستثمار مع التنويع يقلل مخاطرك ركزوا على هذه الجزئية بالتالي من وجهة نظري من الخطأ الكبير أنك تحط فلوسك كلها في قناة استثمارية واحدة وش يعني تنويع؟ التنويع أنك تنوع ما بين الأصول اليوم أنت عندك أسهم، عندك سندات، عندك سكوك، عندك سمديق استثمارية بأنواعها هذه كلها أوراق مالية موجودة أنت المفروض أنك أنت تنوع استثماراتك ما بينها بما يتلاءم مع قدرتك على تقبل المخاطر وإذا أنت غير متخصص، في أشخاص متخصصين يعطيك إدارة ثروة بما يتناسب مع أحداثك وبما يتناسب مع قدرتك على تحمل المخاطر وبما يتناسب مع العائد المطلوب على استثماراتك إدارة الثروة مفهوم عام يصلح لكل الناس بغض النظر عن قيمة ثروتك إذا أنت تملك عشر ألاف، هذه ثروتك إذا تملك مئة ألف، هذه ثروتك إذا تملك مليون، هذه ثروتك وبالتالي مفهوم إدارة الثروات نقدر نطبقه بغض النظر عن قيمة هذه الثروة بعض الناس يعتقد أن قيمة الثروة لازم أملك مليون وأكثر لا، مو بصحيح أي مبلغ أنت اليوم تملكه، هذه ثروة جيد؟ وعشان نكون أكثر دقة في مفهوم الثروة عادة قيمة صافي الثروة يعني قيمة أصولك ناقصاً قيمة خصومك فعلى سبيل المثال لو أنا عندي مبلغ في الحساب الجاري مثلاً مئة ألف ريال على سبيل المثال والبنك يطلبني على سبيل المثال ستين ألف ريال مثلاً أنا قيمة سيارة لسا قاعد أسدد فيها مئة ألف ناقصاً ستين ألف ريال إذن اللي باقي أربعين ألف فعلياً قيمة ثروتي أو صافي قيمة ثروتي أربعين ألف ريال طيب، مين اللي يقدر يكتتب؟ حسب المعنى لحد الآن كل الأفراد اللي موجودين في السعودية سواء مواطنين أو مقيمين أي شخص عنده حساب جاري يقدر يكتتب وبالنسبة للمواطنين دول الخليج إذا كان يملك حساب جاري أيضاً يقدر يكتتب طبعاً لحد اليوم لم يتم نشرة الإصدار اللي فيها المعلومات والتفاصيل عدد الأسهم اللي مطروحة للاكتتاب والنطاق السعري هذه إلى الآن لم يتم الإعلان عنها وحسب المعلن أو حسب اللي أنا قرأته في 9 أو 10 نوفمبر سوف يتم الإعلان عن هذه التفاصيل وستكلم معكم عنها إن شاء الله بتفصيل أكثر طيب يا عاصم توهتنا نكتتب أو لا نكتتب أنا أنصحك بدايةً ترجع لقناتي في اليوتيوب أنا نزلت جزء أول وجزء ثاني عن الاستثمار في الأسهم لو طلعت عليها بتفهم فكرة ما يعني أسهم هذا واحد اثنين يرجع للإسناباتي عن إكتاب أرامكو خطوة الأولى ترجع للحلقات التي نزلتها بخصوص الاستثمار في الأسهم عموماً وترجع إلى الإسناباتي الخاصة بالإكتاب في أرامكو كلها موجودة في قناتي على اليوتيوب بعد ما تخلص منها ارجع إلى الإسنابات وكمل معي اشتركوا في القناة كما الحد الأدنى للإكتتاب كما الحد الأعلى للإكتتاب لم يتم الإعلان عن ذلك حتى الآن لكن أنا شخصيا يغلب على ظني أن الحد الأدنى للإكتتاب بيكون مرة من خفض والحد الأعلى للإكتاب رح يكون جدا مرتفع الإكتتاب رح يكون عن طريق مين رح يكون عن طريق الشركات المالية المرخصة من قبل هيئة سوق المال في السعودية بالتالي أي جهة خارجية تقول لهم تعال اكتتب أو توعدك أي وعود تجاهلهم تماما مهما حاولوا يغللونك مهما حاولوا يظللونك يتصرون عليك من رقم ثابت يتكلمون بلغة معينة عندهم موقع تجاهلهم تماما الشركات المالية المرخصة من قبل هيئة سوق المال تقدر تجدهم عن طريق موقع هيئة سوق المال تدخل موقع هيئة سوق المال تقرأ أسماء الشركات ومكتوب فيها اسم الموقع ومكتوب فيها كل شيء خلاصة القول الأفضل الاستشارة أنك تستشير مدير ثروات يقدر يعرف وضعك ويقدر يساعدك في اتخاذ القرار بناء على وضعك أنت الشيء الثاني فكر في موضوع الاكتتاب أنك أنت رح تتملك جزء من شركة وهذه الشركة تحقق أرباح وبالتالي أنت بتحط فلوس وأملك كم ريال رح يجيني توزيعات وهي أرباح الموزعة وكم رح أحقق نمو وهل أقدر أحقق نفس العائد في جهة أخرى أو لا بس بكل بساطة فهذه خلاصة القول يعني أغلب الناس اليوم يبغان يعطيه جواب أقوله اكتسب أو لا تكتسب أنا لن أفعل ذلك أبدا اختلاف أحوالنا واختلاف احتياجاتنا واختلاف ظروفنا تحتم عليه أن النصيحة تختلف من شخص إلى آخر وللأمانة لحد اللحظة ما في شخص يقدر يعطيك جواب أكيد لسبب بسيط لم يتم الإعلان عن التقييم لم يتم فبالتالي تبيتقول لي أرامك وتربح نعم أرامك وتربح هل هو أكبر اكتتاب في العالم على مر التاريخ نعم هو أكبر اكتتاب هل هو مغري أو مغري جدا هذا يعتمد على التقييم والتقييم لم يعد لحد الآن تقريبا الآن انتهينا من أغلب النقاط لكن جاني كم سؤال وبجاوب عليها هل المحفظة تكلف فلوس لا المحفظة فتحها مجانا المحفظة الاستثمارية عشان تفتح محفظة استثمارية في أي شركة مالية مجانا وبالنسبة لموضوع قم تاخذ وقت عشان تفتح في الغالب يوم في الغالب يوم طبعا هذه أسئلة كده متفرقة جتني عبر السناب وحبيتني أجاوبهم وعشان يستفيدون البقية بإذن الله كيف أفتح محفظة استثمارية مع دراية بحكم اني في يوم اللي ايام اشتغلت معهم بعد السنابات هذه بعطيكم الرابط تدخل على الرابط تعبي بياناتك وبإذن الله رح يتم فتح الحساب الاستثماري والمحفظة الاستثمارية لك خلال أقل من يوم بإذن الله وإذا فتحت محفظة استثمارية معناته أنك أنت عندك قدرة اليوم أنك تشتري أوراق مالية تشتري أسهم تشتري في صناديق تشتري صناديق متداولة في النهاية رح يكون السوق مفتوح بالنسبة لك وإذا رقيت حسابك إلى اللي يسمونه الـ Global دراية اللي هو أنك تقدر تستثمر في دول العالم عموما أيضا رح يتاح لك السوق عموما وفي هذه الحالة تكون دراية مجرد منفذ لك أنت تشتري وأن تبيع وأن تقرر وأنت المسؤول الربق لك والخسارة لك والمخاطر والمنافع أن تتحملها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة